ما جمع مجلس الوزراء اليوم ليست الأمور المعيشية الطارئة، بل اجتمع استثنائياً لمعالجة مسألة ذكرت البلاد ببوسط عين الرمانة. فبعدما اتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي قراراً يقضي بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي، تراجع اليوم وقرر بعد نقاش مع الوزراء عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من ليل الأربعاء الخميس، أي بعد 48 ساعة سيتم العمل خلالها على إعادة تعديل بعض الأمور التقنية. وأعرب ميقاطي في كلمة له بعد الجلسة عن دهشته من المنح الطائفي الذي اتخذه قراره السابق، معتبراً أن مشكلة البلد هي الفراغ الرئاسي وليس التوقيت. اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخف الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاكتصال الوطني وعمل المرافق العامة. من هنا أدعو الجميع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فوراً وتأليف حكومة جديدة دون أي تأخير، لقد تحملت ما نأت تحته الجبال من اتهامات وأضليل وافتراءات وصمت، وعانيت بصمت غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم. جلسة الساعة لم تكن كسابقاتها، إذ منع الإعلام من توجيه أي سؤال لمقاته، وتم إدخال غالبية الوزراء من مدخل بعيد عن أنظار الإعلاميين. هذا وشهد محيط السراي الحكومي تعزيزات أمنية مشددة، وعلم سبوتشوت أن ذلك كان بسبب تقرير أمني يفيد بأن هناك نية لعدد من العسكريين المتقاعدين باعتراض طريق الوزراء. أما داخل الجلسة فلم يصار إلى التصويت على القرار الجديد، وأشارت مصادر وزارية لسبوتشوت إلى أن القرار السابق كان سيكلف شركات الاتصالات مبالغ باهظة، وكان سيؤثر سلباً على أنظمة شركات أخرى. ولفتت المصادر إلى أن مقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة جديدة، بجدول أعمال الجلسة التي كانت مقررة قبل جلسة اليوم، ما يؤكد أنه لن يعتكف، وسيستمر بعمله إلى حين إنهاء الفراغ الرئاسي. اللهم أشهد أنني قبل لغة، شكراً.